السلام عليكم والله يمسيكم بالخير تذكرون الأسبوع الماضي طبعا هذا التصوير له أسبوع بس توينزل اليوم يوم قلت رحت الجدة ورحنا مدينة ملك عبدالله الاقتصادية تحديدا نصور سيارات وقلت لكم أنه ممنوع سامحوني عشاء الرطوبة لعبت فينا ولكن أنا والحبيب أبو بندر جايين نصور تيوتا كرام هذه فئة الماجستة وهذه فئة البريميوم هي فئتين فقط مواصفات لكن في فروقات بسيطة الماجستة مثل ما تشوفون لونين جاي طبعا أهم شيء المحرك هي كلها يبرد هجين لكن هنا 2500 سي سي تنفس طبيعي مع الهجين يعطي 218 حصان و 221 نيوتر متر تورك هنا 2400 سي سي توربو مع الهجين يعطي 344 حصان و 550 نيوتر متر تورك هنا القير سي في تي هنا القير ست سرعات هنا دفع أمامي هنا دفع رباعي هذا ميكاني طيب شوفوا كيف هنا لونين تجي الصدامة العمامي مع الكبوت مع السقف مع الشنطة المنطقة اللي في الخلف كامل أوريكم يا بعض شوي لون بينما هنا لون كا لون واحد السيارة تشوفوا الواجهة الأمامية الإضاءات LED الجنوط هنا 21 الجنوط هنا 19 قيادة السيارة رائعة الأنظمة اللي تحتاجها أنظمة تحذير التصادم الرادار النقاط العمية الخروج المسار كلها موجودة حساسات أمامية أربع كاميرات موجودة في الفئتين كلها الرادار كذلك موجود كل شي هنا شوفوا شكل خلفية هذه فئة الماجستة أول ويل درايف دفع روباي شعار تويوتا فقط في الخلف الباقي كله شعار كراون الجنوط الدراكسون الواجهة الأمامية كله شعار كراون ما عدا في الخلف هنا شعار تويوتا ما شاء الله طبعا هنا الشنطة تفتح بأنك تحط رجلك ركلة أسفل الصدام تفتح معك شنطة كهربائية وتقفل كهربائيا هنا الشنطة يدوية بضغطة هنا تفتح معك ولكن ما شاء الله تبارك الله السيارة رائعة يا جماعة هنا اللتري مشيها 26 كيلو 26.1 هنا اللتري مشيها 18 لأنه هنا المكينة تيربو وهذه السيارة أقوى هنا فتحة سقف عادية هنا فتحة سقف بانورامية الداخلية هذه لونها فاتح وهذه لونها أسود طبعا اللون هنا بخرب على بوبندر تشوفوا كيف فيه زي الروز جولد بوبندر ما عليش أخرب عليك يا حبيب قلبي شوفوا هنا يا جماعة الخير الروز جولد هذا الموجود اللون نفسه تلقونه موجود هنا موجود أيضا هنا في المنطقة هذه وكذلك لاحظوا في المقاعد أيضا نفس اللون حتى المقاعد الخلفية لو خيرتكم هنا أو هنا ماجستا أو بريميوم أنا عجبني حركة اللونين هذه مع أن هذه فيها كل المواصفات التي تحتاجها يعني القوة ما شاء الله الموجودة هنا لما نتكلم عن 344 حصان و 550 نيوتر متر للي بيأخذ سيارة استخدام يومي كده ما أعتقد أنه ممكن هذه تهمه مع أنه حلوة القوة يعني أحيانا تكون حلوة لكن هذه كافية أنا أشوفها بالنسبة لي وجهة مضر الشخصية أنه 220 حصان أو عفوا 218 حصان و 211 نيوتر متر كافيا اللي بغى السيارة سيارة له استخدام شخصي رايح جاي ولا وحق تدعيس ولا شيء والمواصفات تقريبا ما هو ذاك الفرق بين الثنتين هنا استهلاك البنزين أفضل في هذه الفئة جونة داخلية ما شاء الله المكيف ما أحلى الرطوبة لبحثنا فتحنا لباردة السيارة من جهة جوا هنا في الظهر حق المراتب أقدر أقدر أقدمه ظهر المرتبة تقدم وترجع هنا أيضا استارة الخلفية اللي هي هذه أرفعها ونزلها طبعا هنا برضو هذا هو طيب بسم الله دعونا نبرد إيش والله يا ذبحنا ذبحتنا الرطوبة هنا الله المستعى شاشة 12.3 إنش هنا أيضا 12.3 إنش تدعم الأبل كار بلاي تدعم الأندرويد أوتو ذاكرة المقاعد تبريد المقاعد أيضا موجود تسخين الدراكسون هنا ما فيه هناك فيه تسخين دراكسون هنا مكانه زر كده خاص لتسخين الدراكسون الشاحن اللي سلكي في المنطقة هذه يعني جوالك يكون واقف ويشحون تقدر تشوفه حلوة الحركة الأربع كاميرات عشق ريوس أسرع هذه الأربع كاميرات هنا عندنا أيضا الجير لاحظوا شكله كيف زي جير الليكزس واللس واللسي اللي كذيت على الشكل منفذين تايب سي هذي قطعة قدر أشيلها ورجعها هذا بوسع التخزين أكبر المفتاح تشوفون فيه شعار كراون وهنا شعار تيوتا بريك إلكتروني أوتو هولد إي في موند إذا تبقوا تمشي بالكهرب هنا هنا ثلاث وضعيات قيادة فقط سبورت نورمال إيكو بينما هناك فيه ست وضعيات قيادة فيها سبورت بلس فيها كاستم اللي تخصوا عنت وفيها كومفورت اللي المريحة زيادة على هذه الثلاث بريك إلكتروني من هنا مثل ما قلنا أرفع المراتب وهنا التكاية وتحتها سعة التخزين ومنافذ يوس بي وتحتها 12 بولت وهنا فتحة سقف عادية وهنا بانوراما